هذا فيما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة الرئيس الوزراء الأسبق شينزو أبي وأوضح متحدث الرئاسة أن شينزو أبي كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر داعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة والتي ساهم الفقيد في ترسيخها دعينا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والإزدهار